والخبر يقول قامت الشرطة المجرية اليوم الجمعة أو عفوا قالت الشرطة المجرية اليوم الجمعة أنها أطلقت النار على شاحنة تقل نحو 30 شخصا يفترض أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد اكتيازها نقطة تفتيش على الحدود مع النمسا دون توقف ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن شرطة مقاطعة ديور وموشن وصبرون أن الدوريات في قرية هاركا الحدودية لمحت الشاحنة تتجه بسرعة كبيرة نحو المعبر وأكدت أن أحد ضباط الحدود المجرية تقدم للوقوف أمام الشاحنة مشيرا لها بضرورة التوقف من أجل التفتيش إلا أنها زادت سرعتها بدلا من ذلك مما أضطره للابتعاد عن طريقها في وقت أطلق ضباط ضابط آخر طلقات نارية لمحاولة إجبار الشاحنة على تغيير تجاهها وأوضحت الشرطة المجرية أن الشاحنة التي تحمل لوحة أرقام مجرية اكتازت الحدود ثم تعطلت في وقت اعتقلت الشرطة النمساوية صائق الشاحنة وهو مصري الجنسية وثلاثين راكبا آخرين لم تعرف جنسياتهم بعد أن كانوا في صندوق الشاحنة ترجمة نانسي قنقر